السؤال الثالث يرتبط بقضاء الصلوات أيضاً ولكن من جهة ذكر الشهادة الثالثة في المذهب الطوسي ذكر الشهادة الثالثة في التشهد الوسط والأخير يؤدي إلى بطلان الصلاة هذا في المذهب الطوسي الذي هو مذهب مراجع النجف وكربلة في دين العترة الطاهرة فإن الشهادة الثالثة يجب ذكرها في التشهد الوسط والأخير وبهذه النية بنية الوجوب القطعي يجب وجوباً قطعياً أن تذكر الشهادة الثالثة في التشهد الوسط والتشهد الأخير في الصلوات اليومية وسائر الصلوات لكن الحديث يتركز على الصلوات اليومية السؤال بهذا الخصوص الذين بدأوا يصححون صلاتهم حيث يذكرون الشهادة الثالثة بعنوان الوجوب في التشهد الوسط والأخير في الصلوات اليومية ما هو موقفهم من صلواتهم السابقة الصلوات التي صلوها بحسب المذهب الطوسي من دون ذكر الشهادة الثالثة وكانوا يعتقدون بحسب المذهب الطوسي أن ذكر الشهادة الثالثة يبطل الصلاة أن ذكرها في التشهد الوسط والأخير يؤدي إلى بطلان الصلاة مثل ما يفتي مراجع النجفي وكربلة الجواب إذا كان المكلف إذا كان الإنسان على دين العترة وجاء بصلواته الواجبة من دون ذكر الشهادة الثالثة بعنوان الوجوب القطع في التشهد الوسط والأخير يجب عليه القضاء وإذا ما قرب أجله وتحسس معالم ذلك فعليه أن يوصي إلى أوليائه أن يخبرهم من أن في ذمته صلوات كان قد صلاها ولم يذكر فيها الشهادة الثالثة بعنوان الوجوب القطعي في التشهد الوسط والأخير أساساً يجب عليه القضاء وكذلك عليه أن يوصي وأن يبين لأوليائه من بعده إذا كانوا قادرين على قضاء تلك الصلوات يجب عليهم إذا كانوا قادرين لكن لا يجب عليه أن يهيئ مالاً كي تقضى عنه تلك الصلوات عن طريق صلاة الإجارة بإمكانه أن يترك مالاً لكن لا يجب عليه ذلك ولا يجب على الوراث أيضاً إلا إذا أوصى الميت الحي الذي سيصبح ميتاً لأن ثلث التركة هي من مال الميت فعينئذ تؤدى عنه تلك الصلاة من الثلث من ثلث التركة هذا إذا كان على دين العترة وقصر في صلاته أما إذا كان على المذهب الطوسي وصلى صلاته على المذهب الطوسي وبعد ذلك انتقل من الدين الطوسي إلى دين العترة الطاهرة لا يجب عليه القضاء لأنه كان على دين وانتقل إلى دين آخر اليهودي الذي يصبح مسلماً على دين العترة الطاهرة لا يجب عليه أن يقضي الصلاة التي كان يجب عليه أن يصليها لو كان على دين محمد الذي هو دين العترة فإن الإسلام هذا الإسلام هو إسلام العترة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذا إسلام العترة لا هو بإسلام الصحابة ولا هو بإسلام مراجع النجف وكربلاء الذي هو إسلام الطوسي إسلام شافعي معتزلي عباسي فالذي كان على المذهب الطوسي وانتقل إلى دين العترة لا يجب عليه القضاء هذا السؤال لو وجه لي شخصياً سأتحدث عن حالة الشخصية لو قيل لي الصلوات التي صليتها حينما كنت على الدين الطوسي وما كنت تذكر الشهادة الثالثة بعنوان الوجوب القطعي في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات الواجبة هل قضيتها هل يجب عليك قضاؤها أقول كلا وكلا وكلا لماذا؟ لأنني كنت على دين آخر المذهب الطوسي دين آخر لا علاقة له بدين العترة الطاهرة فحينما أصبحت على دين العترة الطاهرة أصبحت على دين آخر لا علاقة له بالمذهب الطوسي فما كان من صلوات على المذهب الطوسي هي صلوات باطلة الدين باطل بكله فما قيمة الصلوات الفترة التي قضيتها على دين المذهب الطوسي فترة باطلة الدين باطل العقائد باطلة العبادات باطلة لأنها ليست على دين محمد الذي هو دين العترة الطاهرة فلا يجب القطع إلا إذا كان الإنسان على دين العترة الطاهرة وصلى من دون ذكر الشهادة الثالثة في التشهد الوسط والأخير بعنوان الوجوب القطعي يجب عليه القطع لأنه قد صلى صلاته وقصر فيها وصارت باطلة بسبب عدم ذكر الشهادة الثالثة وكان على الدين نفسه كان على دين العترة الطاهرة دين المذهب الطوسي على الأقل من وجهة نظري وعقيدتي لا علاقة له بدين محمد صلى الله عليه وآله هذا دين عباسي شافعي معتزلي طوسي بامتياز نحن نقرأ في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه هذه طبعة ذوي القربة وهي الطبعة الأولى قموا المقدسة رواية التقليد رواية التقليد التي تبدأ من الصفحة الحادية والسبعين بعد المائتين وتنتهي عند صفحة الخامسة والسبعين بعد المائتين إنه الحديث الثالث والأربعون بعد المائة في تسلسل أحاديث الكتاب الرواية طويلة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هذه رواية مركزية مركزية في دين العترة الطاهرة لأنها تشخص لنا الطريق وتضع النقاط على الحروف بنحو واضح وواضح جدا الرواية تخبرنا عن دين مراجع النجف وكربلاء لأن الأوصاف التي وردت في الرواية تنطبق على المراجع الطوسيين انطباقا كاملا ودقيقا ودقيقا جدا إمامنا الصادق يقول وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا هؤلاء ضعفاء العقول ضعفاء العقيدة بسبب الفكر الناصبي الذي حشر في عقولهم مراجع النجف وكربلاء حشروا الفكر الناصبي في العقل الشيعي في عقول الشيعة وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه فهؤلاء دينهم أضروا من دين الشمر فكيف نقايسه بدين العترة ولذا هم على دين يختلف اختلافا كاملا عن دين محمد صلى الله عليه وآله الذي هو دين العترة الطاهرة هذا كلام العترة الطاهرة هذا كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهم الحديث عن أكثر مراجع النجف وكربلاء بل عن جميعهم لعدم وجود اختلاف فيما بينهم على المنهج فهذا الكلام ينطبق عليهم جميعا وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه لماذا هم أضر انتبهوا لماذا هم أضر لماذا هم أضر إمامنا الصادق يقول فإنهم فإنهم جيش يزيد فإنهم يسلبونهم يسلبون الحسين وأصحابه يسلبونهم الأرواح والأموال وهذا ما فعلوه في يوم عاشوراء وللمسلوبين للحسين وأصحابه وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم ولذا نحن نقول لهم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما وهؤلاء الحديث عن مراجع النجف وكربلاء وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا يدخلون الشك والشبهة في دينهم بحسب المنهج الحوزوي الطوسي بحسب علم الكلام بحسب علم أصول الفقه بحسب تفسيرهم للقرآن بحسب رسائلهم العملية الباطلة يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب إذن هؤلاء عندهم دين آخر وهذا يتضح من بقية كلام الإمام لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من عوام الشيعة أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر المرجع الشيعي المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر لماذا؟ لأنه على دين آخر دققوا النظر في كلام الإمام الصادق لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه وتعظيم الحجة ابن الحسن لم يتركه الله لم يتركه لم يترك هذا الشيعي الذي لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر المرجع الشيعي الأعلى إلى المرجع الشيعي الأسفل من شيعة الطوسي ولكنه يقيض له مؤمنا فقيها مؤمنا يقف به على الصواب هذا الصواب هو دين العترة أما دين أولئك المراجع لا علاقة له بدين العترة ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة ويجمع على من أضله على المرجع الشيعي الأعلى إلى المرجع الشيعي الأسفل من المراجع الطوسيين من مراجع النجف وكربلاء ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة إذن هو على دين أهخار لا علاقة له بدين العترة وهذا هو الذي أقوله وأبينه لكم فحينما كنا نصلي وفقا للدين الطوسي الذي هو دين مراجع النجف وكربلاء ونحن لا نذكر الشهادة الثالثة بعنوان الوجوب القطعي في التشهد الوسط والأخير في الصلوات الواجبة لا يجب علينا قضاء تلك الصلوات لأننا ما كنا على دين محمد صلى الله عليه وآله حينما انتقلنا إلى دين العترة أصبحنا على دين محمد صلى الله عليه وآله وهذا هو منطق الصادق ومنطق إمامنا الحسن العسكري هذه كلماتهم وأحاديثهم ورواياتهم الصريحة الواضحة وهم أضروا الحديث عن مراجع النجف وكربلاء وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه المواصفات المتقدمة تنطبق انطباقا كاملا ودقيقا على مراجع النجف وكربلاء من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل أعتقد أن صورة باتت واضحة 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 جدا على الأقل لما يتعلق بمقصودي وما أعتقد به بغض النظر هل تتفقون معي تختلفون معي تلك مشكلتكم لكن الأسئلة توجه إلي وأنا أجيب عليها بحسب ما أعتقد نذهب إلى فاصل هل أتاك حديث الغاشية الآيات الأولى بعد البسملة من سورة الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة إنها خاشعة بذلها إنها خاشعة بسبب خوفها مما فعلته وارتكبته في الدنيا هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع من الآية الأولى بعد البسملة إلى الآية السابعة من سورة الغاشية موطن الشاهد هنا عاملة ناصبة ما المراد من الآية عاملة ناصبة هؤلاء يعملون هذه الوجوه عاملة ولكنهم ناصبون ماذا يقول لنا أئمتنا صلوات الله عليهم هذا هو الجزء الثامن من الكاف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة الثامنة والثلاثين بعد المئة إنه الحديث الثاني والستون بعد المئة بسنده بسند الكليني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا يبالي الناصب صلى أم زنى والناصب ناصبان ناصب سقيفة بن ساعد وناصب سقيفة بن طوس مرت علينا رواية التقليد تصف مراجع التقليد عند الشيعة بأنهم ناصبون لا يبالي الناصب صلى أم زنى وهذه الآية نزلت فيهم عاملة ناصبة يعملون يعملون ويتعبون أنفسهم في عملهم ولكنهم لن يوفق لن يوفق عاملة ناصبة هؤلاء ناصبون بحسب القرآن وبحسب منطق العترة الطاهرة قرأت عليكم قبل قليل من رواية التقليد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هكذا وصف أكثر مراجع التقليد عند الشيعة لم يكن لم يكن منطبقاً على الجميع في زماننا لأنهم على منهج واحد وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون هذا يظهرونه للشيعة بحسب ما تشتهي الشيعة وإلا فعقائدهم تختلف عن عقائد عوام الشيعة في مسألة البراءة وفي مسألة الولاية مراجع النجف وكربلاء براءتهم العقائدية وولايتهم العقائدية تختلف اختلافاً كبيراً عن البراءة والولاية العقائدية عند عوام الشيعة هذه هي الحقيقة التي يعرفها المعممون في الوسط الحوزوي لا يظهرون ذلك لكم لكن الحقيقة هي هذه عاملة ناصبة مثال إنه الحديث الثالث والستون بعد المئة مباشرة بعد هذا الحديث لا يبالي الناصب صلى أم زنى وهذه الآية نزلت فيهم عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية الحديث الذي يأتي بعد هذا الحديث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لو أن غير ولي علي أنا أسألكم وأجبوني بصدق الذي يصلي ولا يذكر علي في صلاته وعلي هو الذي يقول أنا صلاة المؤمنين وصيامهم هذا كلام علي ولا مجال للشك فيه على الأقل بالنسبة لي ولمن يوافقني الذين يصلون ولا يذكرون علياً في صلواتهم في التشهد الوسط والأخير ويبقى تشهد التوحيد وتشهد النبوة ناقصاً اليوم أكملت لكم دينكم بصريح القرآن يبقى التشهد الأول والتشهد الثاني ناقصاً وهم مع ذلك يعتقدون بحسب فتاوى مراجعهم الطوسيين من أنهم لو ذكروا علياً لبطلت صلواتهم هل يقال لهذا ولي عليً قد لا يقال له عدو عليً ولكن لا يقال له ولي علياً هو يحب عليً لكن عقيدته لكن الأحكام التي يتبعها تخالف عليً لا يقال له عدو عليً لأنه يحب عليً لكنه لا يقال له أيضاً ولي عليً ولذا فإن الحديث يكون شاملاً له لأن الإمام ما قال ما قال من أن عدو عليً قال لو أن غير ولي عليً وهذا الحال ينطبق على الشيعة أيضاً لأنهم يتبعون مراجعًا نقضوا بيعة الغدير والذي ينقض بيعة الغدير ما هو بوليٍ لعلي وإن أظهر الاعتقاد بها بلسانه لأن مضمون بيعة الغدير اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصر واخذل من خذله وإلى هذا أشار إمام زماننا في الرسالة التي وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة آنذاك ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة وماذا فعلوا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم العهد المأخوذ بيعة الغدير نقضوا بيعة الغدير في تفسير القرآن وفي استنباط العقائد وفي استنباط الأحكام والفتاوى لأنهم ذهبوا راكضين إلى العيون الكدرة التي نهانا عنها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فهؤلاء لا ينطبق عليهم أنهم أولياء عليهم قد لا ينطبق عليهم أنهم أعداء عليهم لكن لا ينطبق عليهم أنهم أولياء عليهم ولذا إمامنا الصادق يتحدث عن هذه الأصناف لو أن غير ولي علي يدخل تحت هذا العنوان عدو علي ويدخل تحت هذا العنوان الطوسيون الذين لا يعادون علي ولكنهم ما هم بأولياء ما هم بأولياء علي صلوات الله وسلامه عليه لو أن غير ولي علي أتى الفرات وقد أشرف ماءه على جنبيه كان النهر ممتلئا فياضا بالماء وقد أشرف ماءه على جنبيه وهو يزخ زخيخا الماء يتدافع يجري فتناول بكفه وقال بسم الله فلما فرغ قال الحمد لله كان دما مسفوحا أو لحم خنزير لقد جاء بعمل صحيح أولا استعمل كفه لم يستعمل آنية نجسة استعمل كفه وحينما أدخل كفه إلى الماء حتى لو كان كفه متنجسا فإنه سيطهر هذا ماء جاري ماء كثير جاري ماء أدخل كفه إلى الماء حتى لو كان كفه متنجسا متسخا سيطهر وحمل الماء بكفه ثم قال بسم الله ثم تناول الماء وبعد أن فرغ من تناوله قال الحمد لله لقد جاء بالعمل الصحيح لكن النتيجة ما هي كان دما مسفوحا أو لحم خنزير المضمون هو هو لا يبالي الناصب صلى أم زنى وهذه الآية نزلت فيه عاملة ناصبة تصلى نارا حامية يعملون ولكنهم ناصبون هذا هو الدين الإبليسي إبليس رفض السجود لأبينا آدم وأراد أن يسجد لله آلافا من السنين طرده الله ولعنه الحكاية هي هي طرده ولعنه وسيدخله جهنم ويدخل أتباعه جهنم المنطق واحد هكذا قال الله لإبليس يا إبليس إني أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث أنت تريد وهذا هو الذي فعلته السقيفة بني ساعد ذهبت إلى ما تريد وتركت ما يريد الله وهذا هو الذي فعلته سقيفة بني طوسي ذهبت إلى ما تريد إلى ما يريد الطوسي إلى ما يريد العباسيون وترك ما يريده محمد وآل محمد لو أن غير ولي علي أتى الفرات وقد أشرف ماءه على جنبيه وهو يزخ زخيخا فتناول بكفه وقال بسم الله فلما فرغ قال الحمد لله كان دما مسفوحا أو لحم خنزير عاملة ناصبة كونوا منصفين كونوا منصفين إن كنتم من الشيعة الطوسيين أو من شيعة السقيفة بني ساعد كونوا منصفين هذه الآية عاملة ناصبة هل تجدون لها تفسيرا أدق من هذا التفسير وماذا بعد لازلت أقرأ من الجزء الثامن من الكاف الشريف في الصفحة الرابعة والسبعين بعد المئة إنه الحديث التاسع والخمسون بعد المئتين حديث طويل سأذهب إلى موطن الحاجة منه عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا عن أبيه الباقر الإمام يتحدث مع شيعته إلى أن يقول كل ناصب وإن تعبد واجتهت منسوب إلى هذه الآية عاملة ناصبة تصلى ناراً حامي كل ناصب من نواصب سقيفة بني ساعدة أو من نواصب سقيفة بني طوسي الأئمة هم الذين تحدثوا عن القسمين من هؤلاء النواصب هناك نواصب سقيفة بني ساعدة وهناك نواصب الشيعة نواصب سقيفة بني طوسي إنهم أتباع المذهب الطوسي كل ناصب وإن تعبد واجتهد منسوب إلى هذه الآية عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية فكل ناصب مجتهد فعمله هباء هذا ما هو كلام هذا الكاف وهذه كلمات أئمتنا الناصب ناصبان ناصب سقيفة بني ساعدة وناصب سقيفة بني طوسي وقد قرأت عليكم قبل قليل الإمام الصادق يصف مراجع التقليد عند الشيعة على المذهب الطوسي القذر من أنهم ناصب قد يقول قائل من أن المذهب الطوسي نشأ بعد الإمام الصادق أنا أتحدث عن الأوصاف التي تحدث عنها إمامنا الصادق في الرواية والتي تنطبق بدرجة مئة بالمئة على مراجع النجف وكربل في زماننا على جميعهم على جميعهم لأنهم جميعا على منهج واحد على المنهج الطوسي الشافعي المعتزلي العباسي كل ناصب وإن تعبد واجتهد اجتهد بذل غاية جهده في العبادة وطاع وإن تعبد واجتهد مر علينا الأمر سواء صلى أم زنا عاملة ناصبة يعملون ولكنهم نواصب فماذا يجري عليهم عاملة ناصبة تصلى نارا حامية كل ناصب وإن تعبد واجتهد منسوب إلى هذه الآية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية فكل ناصب مجتهد فعمله هباء هباء وماذا يقول إمامنا الباقر شيعتنا ينطقون بنور الله عز وجل ما هو هذا النور الذي ينطق به شيعتهم شيعتنا ينطقون بنور الله عز وجل هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه فما أحلى أسماءكم سادتي آل محمد فما أحلى أسماءكم وأكرم أنفسكم وأعظم شأنكم وأجل خطركم الخطر المنزلة العالية وأجل خطركم وأوفى عهدكم وأصدق وعدكم كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق والرفق وقولكم حكم وحتم ورأيكم علم وحلم وحزم إن ذكر الخير كنتم أوله وأصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه سادتي أنتم أنتم هكذا وأجل من هكذا وأعظم من هكذا أنتم أنتم ماذا قلنا لهم كلامكم نور كلامكم نور وهذا الذي يتحدث عنه إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه شيعتنا 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 ينطقون بنور الله عز وجل ومن يخالفهم ومن يخالفهم من نواصب سقيفة بني ساعدة ومن نواصب سقيفة بني طوسي ماذا يفعلون ومن يخالفهم ينطقون بتفلت إنني أقرأ من الكافي من الجزء الثامن ومن يخالفهم ينطقون بتفلت التفلت هو منطق الجهل هو منطق السفاهة هذا هو منطق التفلت ماذا يحدثنا تفسير إمامنا الحسن العسكري من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة الثالثة والثلاثين إنه الحديث السادس والعشرون عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ولطالما قرأته عليكم في برامجي السابقة أمير المؤمنين يخاطبني ويخاطبكم يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا والمنتحلين مودتنا المعتقدين مودتنا يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا إياكم وأصحاب الرأي إنهم مراجع النجف وكربلاء إياكم وأصحاب الرأي لماذا يا أمير المؤمنين فإنهم أعداء السنن السنن الأحاديث نحن لا نعرف أناساً هم أشد عداء لأحاديث العترة من مراجع النجف وكربلاء تحت غطاء التحقيق وتحت غطاء الفقاهة وتحت غطاء البحث عن الصحيح يسلطون وسائل الشياطين التي استوردوها من سقيفة بني ساعدة يسلطون سيف إبليس عبر علم الرجال وعلم الحديث وعلم أصول الفقه وعلم الكلام وقواعد التفسير العمري يسلطون كل هذا على حديث العترة الطاهرة هؤلاء هم أعداء السنن يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها هذا هو منطق التفلت تفلتت الأحاديث فماذا حل بديلا عنها حلأ الرأي حلأ الرأي المتفلت فهم ينطقون بتفلت هذه الأحاديث يشرح بعضها بعضا كل ناصب وإن تعبد واجتهت منسوب إلى هذه الآية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية فكل ناصب مجتهد فعمله هباء شيعتنا ينطقون بنور الله عز وجل كلامكم نور ومن يخالفهم ينطقون بتفلت هذا التفلت الذي يكون بديلا عن نور الله عن حديث العترة الطاهرة يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا إياكم إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها فاتخذوا عباد الله خولا عبيدا أدركون 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 بالوثيقة الديخية ما رد أجيب الأسماء واحد قال لي أدر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لنا أخر بابل ما توصل للنوبة هي قال توصل واضمئنن تركبهم يعني باش اش يعلم تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عباردة واحد من الأعلام أحضر خمس سنة قال لي ليس استعجب موش دارها قلية تركب يعني خلافة أهميشيني مثل مردون خلافة أهميشيني جميع تبغل أفكار حالة السنو فقوش ديخ عربي فقوش ونص عباسل كنا على ثقو وكلكم تعرفونا لأن مرد أجيب الأسماء عربي قال تركب مثل ما تركب نارو غاية ديخ لا مو علم بجمالية هذا هو واقع الواقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا هو الله هذا هو واقع الشيعة تفلتت من مراجع النجف وكربلاء من المراجع الطوسيين هذا هو حالهم وهذا واقعهم تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها فاتخذوا عباد الله خولا عبيدا وما له دولا المال في جيب الشيعي هو مال صاحب الزمان حينما ينتقل إلى جيب المرجع يتحول إلى مال مجهول المالك هذا مصداق حقيقي لما يتحدث عنه أمير المؤمنين فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب أشباه الكلاب الكلاب أشرف منهم الكلاب حيوانات هكذا خلقت ولكن هؤلاء يذهبون مذهب الكلاب ولذا فإن بلعم ابن باعوراء كيف وصف في القرآن شبيها بالكلب ليس كلبا مثله مثل الكلب لأن الكلب يكون أشرف وأطهر منه فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب ونازعوا الحق أهله وتمثلوا بالأئمة الصادقين ادعوا أنهم نوابهم وهم من الجهال والكفار والملاعين ومر قبل قليل الإمام الصادق في رواية التقليد يصف مراجع التقليد بأنهم كفار ملبسون وهم من الجهال والكفار والملاعين فسئلوا عما لا يعلمون فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون فعارضوا الدين بآرائهم فضلوا وأضلوا هذا هو واقع الشيعة منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حينما أسس الطوسي المشؤوم مذهبه اللعينة المشؤوم إنه المذهب الطوسي القذر شيعتنا ينطقون بنور الله عز وجل ومن يخالفهم ينطقون بتفلت تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها فاتخذوا الشيعة حميرا فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا هذه كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا بها إمامنا الحسن العسكري في تفسير القرآن حقائق هذه علينا أن نتدبر فيها وأن نطبقها على الواقع الذي نعيش فيه هل تنطبقوا أو لا تنطبق؟ الحكم إليكم احترموا عقولكم ودققوا النظر في كلمات إمتكم شيعتنا ينطقون بنور الله عز وجل ومن يخالفهم ينطقون بتفلت مشكلة المذهب الطوسي أن المذهب الطوسي يقعد القواعد ويؤصل الأصول بعيدا عن العترة الطاهرة وبعد ذلك يفرض هذه القواعد وهذه الأصول في أجواء حوزة النجف كيف يقيمون مراجعهم يقولون فلان أصوله قوية أصوله ما هي بأصول العترة الطاهرة وحينما يشخصون الأعلم يقولون فلان هو الأعلم لماذا؟ لأنه الأقوى في علم الأصول وعلى المجتهد هذه الكلمة يبغضها أهل البيت كلمة الناصبية كلمة المجتهد جاءوا بها من نواصب سقيفة بني ساعد من أن المجتهد يجب عليه أن يحرز أصوله قبل كل شيء أن يستخرج قواعده الأصولية قبل أن يمارس عملية الاجتهاد وكلما كان قويا كان عمله متقنا بحسبهم بحسب مقاساتهم كان الأعلم كان الأول كان الأفضل أمور هو ينتجها ويا ليته ينتجها من خلال فهمه الخاص إنه يذهب إلى أصول نواصب سقيفة بني ساعد إما بنحو مباشر أو أنه يذهب إلى الذين سبقوه وأخذوا منهم ومن هناك يأتينا بقذاراته وبعد ذلك يقال من أنه قد حقق ما حقق من القواعد الأصولية ومن النظريات الأصولية فصار الأعلى مهزلة في مهزلة في مهزلة هذا هو الواقع شيعتنا ينطقون بنور الله عز وجل ومن يخالفه من يخالف منطق كلامكم نور ومن يخالفهم ينطقون بتفلت كلام أمير المؤمنين الذي مر علينا قبل قليل من هنا قلت لكم من أن دين العترة دين يختلف بدرجة مئة بالمئة عن دين الطوسي فمن كان على دين الطوسي وقصر في صلاته ولم يذكر الشهادة الثالثة في الصلوات الواجبة بعنوان الوجوب القطعي في التشهد الوسطي والأخير وانتقل إلى دين العترة الطاهرة وصحح صلاته لا يجب عليه قضاء الصلوات السابقة لأنه لم يكن على دين محمد صلى الله عليه وآله وإنما كان على دين آخر وهذه حديث العترة واضحة وواضحة جدة الحقائق بين أيديكم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع زبدة القول إنني أقرأ عليكم من رجال الكشي وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلادي طهران إيران في صفحة الحادية والستين بعد الثلاثمائة إنه الحديث السابع والستون بعد الستمائة بسنده بسند الكش عن عمار الساباطي قال قال سليمان بن خالد لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه وأنا جالس فعمار الساباطي كان جالسا في المجلس سليمان بن خالد لم يكن من شيعة إمامنا الصادق وإنما بعد ذلك اهتدى إلى دين العترة الطاهرة كان على دين السقيفة بني ساعد عن عمار الساباطي قال قال سليمان بن خالد لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه وأنا جالس عمار يقول وأنا جالس هكذا قال سليمان للإمام الصادق إني منذ عرفت هذا الأمر يعني دين العترة إني منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين أقضي ما فاتني قبل معرفته قبل أن أكون على دين العترة أقضي الصلوات التي كنت أصليها حينما كنت على دين آخر على دين سقيفة بني ساعد إني منذ عرفت هذا الأمر عرفت دين العترة أصلي في كل يوم صلاتين أقضي ما فاتني قبل معرفته قبل معرفة دين العترة قال لا تفعل لا تصلي لا تفعل لا تقضي صلاتك أنت ما كنت على دين العترة لو كنت على دين العترة فإنه يجب عليك القضاء إذا كنت مقصرا في صلاتك إذا كان صلاتك باطلة قال قال لا تفعل فإن الحال التي كنت عليها حينما كنت على دين آخر ما كنت على دين العترة فإن الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة دينك كان باطلا ما قيمة الصلاة دينك بكله كان باطلا فهل تستطيع أن تقضي دينك الباطل الصلاة ما قيمتها الصلاة فرع جزء من الدين كله قال لا تفعل فإن الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة أعتقد أن صورة صارت واضحة هذا هو منطق دين العترة فحينما كنا على الدين الطوسي وهو دين آخر مثلما بينت الروايات وبينت الأحاديث هو دين آخر حينما كنا على الدين الطوسي وكانت صلواتنا باطلة لما انتقلنا إلى دين العترة وهو دين آخر لا علاقة له بدين الطوسي لا يجب علينا أن نقضي تلك الصلوات لأن الدين كان باطلا من أوله إلى آخره هذا هو منطق العترة الطاهرة والناصب ناصبان ناصب سقيفة بني ساعد ونقصب سقيفة بني طوسي نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر